منذ اختيار حكومة بشاغة وتحالفها مع معسكر الرجمة دب الخلاف والانقسام في معسكر منطقة الغربية وبدى واضحا بين أبناء قوات بركان الغضب وعاد شبح الحرب ليخيم على العاصمة ترابلس ولتنتشر نذر الصراع في غرب البلاد من جديد فمنذ التحالف بين تيار الأزمة بشاغة وحفتر أخذت لغة العنف تنتشر في المنطقة الغربية وتزداد وطيرتها فليست اشتباكة فجر السبت التي وقعت بالقرب من مبنى الدعوة الإسلامية إلا امتدادا لتلك التي وقعت في مايو ويوليو الماضيين إثر دخول فتح بشاغة لترابلس ومصراتا مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين في الوقت الذي يختفي فيه أعضاء لجنة خمسة زائد خمسة عن الصراع المسلح المتكرر في المنطقة الغربية وهي المعنية بتثبيت وقف إطلاق النار إثر ذلك أعرب مراقبون عن استغرابهم إزاء دور اللجنة واختفاء تهديداتها بإغلاق مواني النفط ومنع تصديره وإغلاق الطريق الساحلي وتعطيل الرحلات الجوية بين الشرق والغرب الأمر الذي رأوه حيازا تاما إلى ما يسمى بالقيادة العامة وفي الوقت الذي أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة في ليبيا مغادرة ويليامز منصبها نهاية يوليو الماضي دون تسمية من يخلفها تغيب مظلة المجتمع الدولي الراعي لوقف إطلاق النار والمنادية بالحلول السياسية ووسط كل هذه التطورات والانسداد السياسي على الساحة يتساءل الليبيون عن أسباب غياب الأطراف الدولية الفاعلة عن الصراع العسكري في المشهد ترجمة نانسي قنقر